اشتركوا في القناة طبعا في مقطع اليوم رح نشوف سويا هل بإمكاننا انقاذ ليني سامرز من الموت رح نشوف جميع الخطط رح نشوف جميع الحلول هل بإمكاننا ننقذوا او لا قبل ما نبدأ في المقطع اتمنى انك تشترك في القناة لو ما كنت مشترك واتفع الجرس التنبيهات ولا تنسى انك تحط لايك ثانية واحدة من وقتك رح تصنع يومي كامل فيلا نخش في المقطع اولا المهمة اللي رح يموت فيها ليني سامرز رح تكون في الشاب الرابع واسم المهمة هو بانتينج the old american arts وفيها رح نسرق بنك مدينة سان دينيس وفي حوار جدا جدا اسطوري رح يصير بين ارثر مورغين ودوتش فاندرليند وخوسيا ماثيوز حول هذه المهمة تعالوا نسمع سويا لا تنسى سويا جدا 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 و Kellرح تطوير هل يمكنك شرح ذلك سيطلقنا سيطلنا مهجر من الجدد لا أعرف أنا فقط أطلقا كل سانية جيدة لو أفعله بسيطة جيدة كل سانية جديدة لدينا كان لأننا لم يفعله بسيطة جيدة جيدة حتى الخير من المتهمة سنقربه هذا الشيخ اذن يزادى اظنوا مفترض ارسلان لقد انتزاد جيدت يا ارثر اذا تسبب نفسنا بلسق ومن خلال 6 سوات نعيش نفسنا نفسنا كنبال في عدوة ترسل ما ايضا نفسنا كعب ايضا لننشر من هذا المكان ونقرب نفسنا بلسق طبعاً هذي المهمة كانت من المفترض انها تكون المهمة الاخيرة للعصابة وبعدها يروحون تهييتي وياكلون منقا ويستانسون طبعا الخطة كانت كالتالي خوسيا ماثيوز وابيقيل روبرتس يسببون انفجار ضخم في المدينة كالهاء عشان الشرطة كلها تتوجه لمكان الانفجار بينما افراد العصابة يهجمون على البنك ويسرقون جميع ما فيه وفعلا الخطة نوعا ما نجحت وارثر مورغين قدر يسرق نوعا ما مبلغ كويس لكن في اثناء السرقة حدث التالي اخرجوا انتهي ابيقيل دوتش اخرجوا 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 لم يكن يجب ان اخرجوا بعد برانتي دوتش ميلا اعطي اخي 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 لماذا افعل ذلك اخي انتهي اخرج مميات اخرج مميات اخرج مميات اخرج الملطان ميلا اخرج لا تد pink ا UK افضل اخي احسر مميات لا لا اوه 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 هناك دوتش حوسيا 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 هؤلاء زي ما شفتوا عدد كبير جدا من البينكيرتينز ظهر في مدينة السان دينيز وللأسف ان خوسيا ماثيوز مات طبعا اعداد البينكيرتينز الكبيرة جدا هذه تخلينا نتأكد انه كان في خيانة من داخل العصابة طبعا الان رح يصير نزال جدا جدا قوي بين البينكيرتينز وافراد العصابة بعد هذا النزال دوتش رح يطلب من ارثر مورغين انه يجي لداخل البنك عشان يفجر مهرب للعصابة طبعا العصابة الان رح تهرب من البينكيرتينز ورح يطلعون للسطوح مأقتا وبعدها هذا اللي رح يصير فعلا ارثر جدا لا تقدم لا تتطلق فكنا نحن نطلق ما انت heel؟ الان نعتمد أني وعيني دريد ونحن افعيك على طريقات glory بك بطل grab اعجب بك بأي تطلق سأذهب نحن نستخدم هنا لا! لنجح! لنجح لديهم لا يمكننا الضغط الآن أو نحن جميعا طبعا الامر الطبيعي زي ما شفتوا انه بمجرد ما تطلع على السطح ليني سامرز رح يموت من قبل البينكيرتينز بطلقة شوتغن لهبية فايش هي الخطة عشان ننقذ ليني سامرز الخطة كالتالي رح تستخدم عدد معين من الديناميت عشان توخر ليني سامرز من مكان الموت زي ما تشوفون ديناميت ورا ديناميت ورا ديناميت لحد ما خلينا ليني سامرز بعيد عن مكان الموت وبعيد عن البينكيرتينز وتحديدا بجانب هذه الصناديق زي ما تشوفون طبعا الان ليني في مكان امن بعيد جدا عن قاتليه لهم البينكيرتينز شوفوا المفاجأة معايا طلعنا على السطح وليني كان واقف بعيد عن البينكيرتينز ووضعه جدا تمام وبمجرد ما طلعوا البينكيرتينز من الباب على طول شغلنا الديد آي وقتلناهم زي ما تشوفون لكن المفاجأة انه ليني زي ما تلاحظون انطلق في بطنه وأصيب برصاصة رغم انه بعيد عن البينكيرتينز ورغم انه البينكيرتينز أصلا ميتين وقتلناهم طبعا ليني بعد ذلك رح ينتقل ويطير ويسوي تيلبورت إلى مكانه الطبيعي اللي يموت فيه زي ما تشوفون عشان تستوعبون الموضوع تعالوا نعيد من أول وجديد خلينا ليني بعيد جدا عن البينكيرتينز وبمجرد ما البينكيرتينز طلعوا على طول أطلقنا عليهم بالديد آي وماتوا لكن المفاجأة انه مع ذلك ليني أصيب بطلقة في بطنه والدم انتشر عليه بعدها رح ينتقل ويسوي تيلبورت من مكانه الحالي إلى المكان الطبيعي حقه مكان ما يموت يعني مهما حاولت انك تساعد ليني سامرز مهما حاولت انك ما تخلي يموت ترى في النهاية رح يموت مهما سويت أي خطة اللعبة مبرمجة بنسبة 100% انه ليني سامرز يموت وروكستار عملة حساب جميع الاحتمالات طبعا لاحقا سيدي آدلر رح تسترجع جثث خوسيا ماثيوز وليني سامرز من حوزة البينكيرتينز ورح تدفنهم في المستنقعات زي ما تشوفون الشيء الجميل جدا انه خوسيا ماثيوز وليني سامرز اندفنوا بجانب بعضهم البعض زي ما كان كلاهما يتمنى وشيء جميل جدا لانه زي ما نعرف خوسيا ماثيوز يهتم جدا بليني سامرز ويشوفوا كابن ويعاملوا كابنه بينما في الجهة الأخرى أيضا ليني سامرز يحب خوسيا ماثيوز ويشوفوا أبوها الفعلي طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة لا تنسوا تشتركوني أخوان يلا سلام عليكم